ينظر اللبناني إلى المستقبل القريب بخوف تجاوز أمنه الشخصي إلى أمنه الغذائي والحياتي مع توسع العدوان الإسرائيلي لكن لوزير الطاقة والمياه اللبناني ولد فياض رأي آخر رجعت منتزمة حركة التغذي اللي بتيجي من وراء الفيول العراقي فبالتالي هيدا الموضوع مستمر وإن شاء الله إذا ما نقطعت حركة البواخر ما لازم يكون فيه مشكلة لا سمح الله هو المراكز إنتاج الطاقة في عدد منهم كذا معمل إذا واحد منهم استهدف ممكن الاتكال على الآخر بس بنفس الوقت طبعا نحن ما فينا نجزم بأي شيء لما الموضوع بيتعلق بعدوصه وعلى الرغم من أن الأفران شهدت زحمة خانقة مدو تساعد واتيرة المواجهات في المناطق التي تصنف بالآمنة لكن المعنيين في وزارة الاقتصاد والتجارة يطمئنون أن الوضع تحت السيطرة أخذنا اليوم خطة بديلة تم توزيع من ضمن مستوضعات المواد الغذائية على كذا مستوضع لدينا مخزونة استراتيجية بيقارب ثلاثة شهر لأربعة شهر بالإضافة لمخزون ما يقارب الشهرين على مستوى الأمح وقدرنا أضفنا خدمة جديدة من ضمن المكننة التي نجريها بوزارة الاقتصاد صاروا بيقدروا يعملوا التأشير لبيان الجمركي للمستوردين مباشرة من بيتهم لا قدر الله في حال زدادة الأمور سوءا يقدروا يطلعوا كل البضايا عن المرفأ ويتفق الجميع على أن الخوف الأكبر يبقى من حصار بري وبحري يفرض على لبنان ماريا بياطا النوس قناة الغز